أهلا بحضراتكم فيديو جديد في عالم الزراعة مع قناتكم الزراعية المفضلة واللي بتابعنا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك وصفحت مهند الزراعي جوزيف بوليس أهلا بكل المشاهدين والمتابعين في مصر والوطن العربي كنا تكلمنا مع حضراتكم طبعا قبل كده في فيديوهات سابقة عن تقليم النخيل من سنة وتكلمنا أيضا عن الزيتون في بعض الفيديوهات القليلة ولكن طبعا نحن النهاردة نحن في الوحات البحرية وبالتحديد في قرية العسيلة في أرض زيتون مزروعة هنا أصناف زيتون زيتية تمامت كروتينا ومرائي كنا سجلنا فيديو من حوالي 50 يوم وزعناها لحضراتكم الحمد لله طبعا نتيجة المعاملات السماد اختلفت تماما تماما المزرعة ممكن تشوفوها حضراتكم هنا متخمسة النخيل مع الزيتون فشايفين حضراتكم بسم الله ما شاء الله في نموات جديدة وهنقرب مع حضراتكم الكاميرا بعدين ونورن لحضراتكم إزاي حصل النمو خلال 50 يوم فقط مع اتباع برنامج تسميد منظم طبعا ولكن النهاردة موضوع فيديو الفيديو الخاص بالنهاردة بالقناة أنه إحنا بنقلم كيفية تقليم الزيتون تمام يا جماعة لابد من تربية الزيتون من بداية الزراعة تمام بفترة قريبة بنبدأ أن نربي الزيتون طبعا مع بداية الزراعة بيبقى تربية وليس تقليم تمام ولكن في الوقت الحالة إحنا بنضطر أن نربي ونقلم تقليم تربية تمام علشان الشجرة تاخد معي الوضع الطبيعي اللي تقدر فيه تشيل السمار تمام طبعا زي ما حضرتكم شايفين دي الشجرة اللي قدام حضرتكم تlike حضرتكم نتيجة المعاملات ممكن تعرف بالكاميرا لو سمحت شايفين حضرتكم دي نموات جديدة نموات خضرية جديدة مش عارف واضح عند حضرتكم أم لا شايفين حضرتكم اللونها واضح أوي لونها واضح عن اللون ده لو شايفين حضرتكم الفرق في الالوان هتلاقوا أن دي نموات جديدة بسم الله chwil لله في الناحية دي كلها ودي في المزرعة كلها برضو هنا قدام واضح قوي الحمد لله فطبعا دي شجرة جماعة هيتم بتقليمها كان في ميول ناحية الجنوب احنا ازلنا جزء خلال الفترة الماضية وهنكمل نفتح قلب الشجرة تمام هنفتح قلب الشجرة ونبدأ نبنيها على الافرع الرئيسية فبالتالي هنيجي في النص هنا كده ونبدأ نشيل هنا القلب طبعا دايما معروف قواعد التقليم يا جماعة هي عبارة عن زالة الافرع الجفة والمتشابكة تمام؟ ونفتح قلب الشجرة فنبدأ نشيل هنا بطريقة منظمة نبدأ نفتح هنا قلب الشجرة زي ما حضراتكم شايفين كده كل الافرع المتدخلة والمتشابكة نبدأ نشيلها لازم نفتح قلب الشجرة تعرض للشمس لان التعرض للشمس ده مهم جدا في جميع النباتات علشان ده بيساعد على تكوين الكاربوهيدرات بطريقة منظمة وجلتالي ما تتكون الكاربوهيدرات دي بتساعد على الدفع الزهري ان شاء الله تعالى فنازم الموضوع يكون منظم يا جماعة وطبعا برضو التقليم نقطة مهمة لو سمحت أقرب بالكاميرا كده لازم التقليم يا جماعة يتم على آخر الفرع بالشكل لحضراتكم شايفينه ده مش عارف الكاميرا جايبه له لا بس هو بالشكل ده لازم يتم من هنا ما ينفعش ان انا اقلم بالشكل ده انا وضي لحضراتكم نموذج ده ده ما ينفعش لانا هتلاقي بص درب من هنا اهو فلازم نجيبه من الآخر كده تمام؟ اهو وده برضو نفس الكلام اهو من هنا كده نجيب من الآخر فمنسمحش ان اي براعم تنمو من جديد علشان احنا بالربي مش عايزين نموات تحت في المنطقة اللي تحت خالص لازم المنطقة الاولى من مستوى سطح الارض الارتفاع اربعين او خمسين سمتي ما يكونش فيها اي تفرعات نهائيا تمام؟ زي برضو حضراتكم شايفين هنا الفرع ده اهو اتشال طبعا برضو اه الشي بشي يزكر احنا طبعا هنيجي من عند حضراتكم نورديكم الناحية دي اه الشي بشي يزكر يا جماعة طبعا لما يتم عملية التقليم هنا لابد ان احنا نرش مبيت فطري علشان اه نموات الفطرية النتيجة للجرح اللي احنا بنعمله ده اه بيحصل عملية ادماء وخروج العصارة من المنطقة اللي بنقص منها او بنقلم منها فبالتالي لابد ان احنا الرطوبة اللي بتطلع ديها جماعة بتسبب امراض فطرية ونمو الفطريات على الجرح فبالتالي لابد ان احنا ياما ندهن معجوم برضو على الماكن الجروح او نرش اه اكسو كلورو النحاس اي حاجة فيها النحاس علشان نطهر اه طبعا ده مبيت فطري بيساعد على تطهير اماكن الجروح تمام فبنبدأ اه نوزع الشجرة توزيع متجانس بالشكل ده هنا كده بنشيل الافرع الداخلية ونسيب الافرع الخارجية لان دي اللي بتدي معنا طرح في قلب الشجرة الفرع ده واقف هنشيله برضو بالشكل ده كده شايفين حضراتكم لو تشوفوا المنظر العام هدرواتي الشجرة بقى قلبها مفتوح وتوزع توزيع متجانس حول الشجرة تحس ان على شكل كأس اللي فوق طبعا ده نموذج ورنا قدام حضراتكم ان نفتح قلب الشجرة نزيل النموات اللي من تحت لو فيه اي نموات او اي سرطانات لابد ان نحن نشيلها تمام علشان ننظف الشجرة وكل العصارة والغزى يصعد الى اعلى وبيساعد على نمو التفريعات الجديدة وده بيقدي الى دور تكوين كاربوهيدورة اعلى وبالتالي بيساعد على الدفع الزهري فيما بعد هنتبه مع حضراتكم برضو نمزج تانية احنا اعددناها قبل كده علشان نوريها لحضراتكم تابعوا معنا ده نموزك تالية جماعة بالشكل ده كنا اعددناها مسبقا شايفين حضراتكم برضو اي نموات من تحت تم ازالتها فشلنا حتى لو فيه حاجات كبيرة ممكن نشيلها مفيش مشكلة بالمهم دي من الشجرة صح زي ما حضراتكم شايفين افرع جانبية وافرع في الوسط وفاتح قلب الشجرة وتم تربيتها على اربع افرع رئيسية وبدأت التفريعات من فوق بالشكل لحضراتكم شايفينه فده بالشكل ده كده برضو وبرضو ان احنا دلوقتي بيتم عملية عملية التقليم والحمد لله يعني القادنا كاد ننتهي منها وبالتالي فيما بعد طبعا سوف نقوم باجراء عملية الخدمة الشتوية تمام ودي مهمة جدا لان ده استعداد للموسم القادم تبقى لابد ان احنا نزيل النموات للسرطانات المن اسفل نفتح قلب الشجرة حتى تتعرض لدوق الشمس وساعد ركوين الكربوهيدرات تمام نبني هيكل الشجرة بالطريقة الصحة جماعة لاننا بشوف مزارع كثيرة مهملة في موضوع التقليم وبنتطر على السنة التالتة او الرابعة نبدأ نشيل بقى افرع رئيسية في الشجرة علشان نزبط هيكل الشجرة او هيكل الشجرة علشان ترتفع لفوق تمام وتدي معنا الطرح الكامل المتوقع ان شاء الله تعالى مع طبعا عملية التقليم دي يا جماعة هي بتحصل بتر او جزء جزء من او عدد من الافرع الموجودة بالشجرة وبالتالي محتاجة برنامج غذائي منظم ان شاء الله مع الخدمة الشتوية وما بعدها في الموسم القادم محتاج برنامج منظم علشان نبني الشجرة بالطريقة الصح ونحصل على ازهار واسمار بعون الله تعالى نرجو ان حضراتكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ان شاء الله طبعا اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة تمام وتفعيل جرس الانزارات ليصلك كل ما هو جديد ودعمنا بلايك وشير لتعمل فايدة لكل الناس كان معكم جوزيف بوليس مهندس استشاري نخيل التمر والزيتون ان شاء الله نلقاكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته